موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حياكم الله في هذه الأوقات الفضيلة الطيبة المرفوعة القدر عند ربنا جل في علا أيها إخوة والأخوات موعظتي إليكم في هذا اليوم بعون الله تعالى ستدور حول فكرة أحوال الناس مع رمضان وأحوال الناس بالعموم لا تخرج عن حالين قسم يفرح بقدوم رمضان قسم لا يفرح بقدوم رمضان وتعالوا لأبدأ بقسم التخلية ثم أعقبه بعون الله تعالى بقسم التحلية أعني بقسم التخلية الذين لا يحبون رمضان وهما صنفان لا ثالث لهما الصنف ولد أصلا على الكفر وبقي يتقلب بين جنباته يتقلب بين جنبات الكفر والفسق والفجور حتى مات على ذلك والعياذ بالله وهذا الصنف أمره صعب بالمجمل وعلى الغالب قال الله تعالى في حقه أرأيت من اتخذ إلهه هواه فهذا يعبد هواه ومثله قال الله تعالى عنه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون عندهم آذان عندهم عقول عندهم أبصار لكنهم لا يبصرون بها طريق الهدى ولا تنشرح صدورهم لسماع كلام الدين والتقوى بل هم أهل غفلة ولذلك قال الله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يعني لسا الأنعام أفضل منهم وسبب تفضيل الأنعام عليهم أن الأنعام خلقت لتخدم الإنسان فأطاعت والإنسان خلق لطاعة ربنا فعصى والسبب الثاني لتفضيل الأنعام عليهم أن الأنعام تسبح بحمد الله قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فهذه الأنعام تسبح وأولئك لا يسبحون قال الله تعالى كذلك عنهم في محكم التنزيل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآية الأولى في سورة الفرقان والآية الثانية في سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إله من هواه يعني هو يطيع هواه لا يريد أي قيد من القيود البتة إلهه هواه فمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله تأملوا فمن يهديه من بعد الله وكأن أمر الهداية ضيق عليه لماذا؟ بسبب فعالهم وبسبب إحاطة الذنب بهم وأحاطت به خطيئته هكذا قال ربنا جل لا يفعله فهذا الصنف صنف لا يفرح حتما بقدوم رمضان لأن رمضان بالنسبة إليه أوامر لا تعني له شيئا أما الصنف الثاني وهو صنف التخلية جيد الصنف الثاني من أصناف التخلية صنف ولد على الطاعة وربما نشأ في بيئة إسلامية طيبة مؤمنة لكن هذا الصنف لما فتحت عليه الدنيا وزهرتها ولما رأى ألوانا لما رأى ألوانا من الفتن وإذ به يفتح باب التنازلات على نفسه تنازل خلف تنازل خلف تنازل حتى أصبح بينه وبين الطاعة سدا وحاجزا أو أصبح بينه وبين الطاعة سد وحاجز هذا السد حال بينه وبين أن يفرح في رمضان رمضان ثقيل عليه إيش تقول له صوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صعب صعب إيش تقول له تعالى قيام الليل إيش تقول له أكثر من عمل الطاعات تفقد الأرامل تفقد المساكين تفقد الأيتام إيش تقول له أنت مطلوب منك أن تصوم جوارحك وأن يصوم قلبك كذلك صعب صعب عليه لأن قلبه تقريبا أشرب حب المعصية فأنت تقول لا تنظر إلى الحرام لا تسمع الحرام لا تتكلم بالحرام أمسك لسانك أمسكي لسانك عن الغيبة عن النميمة عن الانتقام من الناس لأنه ترى رمضان عند بعض الناس مساحة للانتقام لا نريد أن ندعو فلان نريد أن ندعو فلان لكن لن نكرمه في دعوته لأنه ما أكرمنا فأصبح مساحة للانتقام عند بعض الناس الذين لم يوفقوا لفهم رمضان تعالوا بنا لننصر قضايا أمتنا لنقف إلى جانب قضاياها هذا شهر رمضان هذا ثقيل عليه لا يريد لا يريد إلا الدعاء لا يريد إلا الراحة لا يريد إلا أن يبقى مع يعني مع العادات التي هكذا تعود عليها تقوس لا ينام إلا إذا فعلها ومثل هذا الصنف أيضا رمضان ثقيل عليه قال صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فهو يكون في خير ويكون في صلاح وأهل ربه من صغره على أن يصوم لكن لما كبرت سنه الله المستعان ركن إلى الدنيا أحب الذنوب والشهوات أصبح كأنه يظن أن الدنيا دار مقر لا دار ممر ومثل هذا الصنف وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الله المستعان فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يعني يدخل إيش يدخل النار والعياذ بالله هذا صنف التخلية لا يفرح برمضان وغالبهم ليس جميعهم لكن غالبهم حتى الموعظ لا تنفع إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمة منه وفضل ويفتح قلبه للدين للتوحيد للطاعة أما الصنف الآن الذي قلنا عنه صنف التحلية لأنه قلنا أن أحوال الناس مع رمضان تخلية وتحلية تخلية منهم من يولد على الكفر والمعاصي يبقى كذلك إلى أن يموت وقلنا صنف آخر يولد على الطاعة ونشأ في بيئة طيبة لكن يعني ترك الدين ترك الطاعة وركنا إلى الدنيا وشهواتها ومن الذاتها هذا صنف التخلية أنهيناه لكن الآن سأنتقل بكم لأتكلم عنكم أتكلم عنكم يا أهل الصيام يا أهل الدعاء يا أهل القرآن أتكلم عنكم يا أهل قيام الليل يا أهل الإنفاق في سبيل الله في الجهاد وفي تفقد الأيتام تفقد الفقراء تفقد المساكين تفقد الأرامل سأتوجه إليكم الآن يا من تعيشون آلام الأمة وهمومها يا من فهمتم رمضان أقول يا من فهمتم رمضان لأن لأن ثمت صنفا من الناس ليس له من رمضان إلا جوعه وعطشه لكن أنتم الآن سأتوجه إليكم يا من أدركتم قيمة هذا الشهر العظيم والأصناف التي تفرح بقدوم رمضان كذلك صنفا صنف ربما عاش حياة الذنوب والمعاصر وربما يعني إن قادت نفسه في لحظة ضعف ما إلى أن يتعلق بالحرام تعلق بسماع تعلق بنظر تعلق بعلاقة غير شرعية تعلق بأكل للحرام نعم ربما أكل الحرام وربما زل لسانه فأخرج هذا اللسان الخبيث لكنه لما قدم رمضان وإذ بقلبه يطير فرحا اقترب رمضان جاء شهر الرحمة جاء شهر الغفران جاء شهر تكفير الذنوب وسترها وغفرانها في الدنيا وسترها كذلك غدا في أرض المحشر جاء الشهر الذي من صدق الله تعالى في التوبة فيه أبدل الله عز وجل أبدل الله عز وجل السيئات إلى حسنات جاء الشهر الذي ينتظره الذي ينتظره التوابون وأقصد أن أقول هذا اللفظ ينتظره التوابون لا التائبون فالتواب صنف هكذا دائما يحاسب نفسه ويحمل نفسا لوامة تنتظر أي باب من أبواب الخير لتقدم عليه مثل هذا الصنف ينتظر رمضان يتشوق لأن يصوم يتشوق لقيام الليل يتشوق للقرآن يبدأ يبحث عن آفاق يخدم بها وطنه يخدم بها أمته يخدم بها دينه هذا الصنف من الناس أقفل أبواب الحرام في حياته واتخذ قرارات شجاعة وقرارات جريئة من أجل أن يحال بينه وبين الحرام أقفل أبواب الحرام وادع الحرام وأقدم على الله تعالى تائبا نادبا نادما نائبا نعم أناب إلى الله وأقبل عليه مثله يبشره ربنا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب عيشوا مع الكلمات كلمة كلمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مثل هذا الصنف هذه سورة الزمر يبشره ربنا في سورة الفرقان إلا من تال وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما تعلمون هذا الصنف ينتظر الثلث الأخير من الليل ليكون من صنف المستغفرين بالأسحار ينتظر الثلث الأخير من الليل ليتفيأ بالظلال الراقية الرائعة لأهل الإيمان يوم يقوموا للسحور ويقوموا للقرآن ويغذون الخطى نحو المساجد كل خطوة ترفعهم درجة والثانية تحط عنهم خطيئة حتى يدخلون إلى المساجد إلى الأماكن التي تغفر فيها الزلات ويتوب الله عز وجل على أهلها إلى الأماكن التي يجالس العبد فيها الصالحين ومجالستهم لا تشقي أحدا قال صلى الله عليه وسلم قال الله كما في الحديث الطويل قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فربنا يبشرهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله يبدل الله سيئاتهم السيئات الغدرات الفجرات النظرات اللمسات الهمسات كل معصية عقدوا قلوبهم عليها يبدل الله سيئاتهم حسنات لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب يعني يتوب يرجع في لحظة ما يرجع في لحظة ما يتحرك هذا القلب في لحظة ما يشتاق العبد إلى ربه وإلى رضاه في لحظة ما يدرك العبد قيمة الذنوب التي لطالما تعلق بها وأنها لا شيء لا شيء وإذ به يتوب إلى ربه جل في علا فيكرمه ربنا بما ذكرته فيعمل هيك وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها الصنف الثاني من أصناف التحلية والذي أختم به موعظتي إلى حضراتكم إلى هذه الأفهام والأذهان وأظنكم قد علمتم الصنف الذي سأتكلم عنه هذا صنف أولد على الطاعة وعاش على الطاعة واطمأنت نفسه بالطاعة هذا الصنف اطمأنت نفسه يا ما فتحت عليه الدنيا يا ما عرض عليه المال الحرام يا ما عرض عليه أن يعمل في مكان بالحرام يا ما وضع في بيئات فاسدة لكن هذا الصنف أبى مع أن الدنيا قالت له هيت لك لكن أبى تعلمون لماذا؟ لأن قلبه ونفسه اطمأن بالدين بالإيمان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة عفوش عن المطمئنة؟ يعني هذا الصنف إذا جلس وسمع الحرام لا يستطيع هذا لا يفطر في رمضان على البرامج الهدامة التي يأتي فيها العصارة وتأتي فيها اللواتي يعني يبرزن من الفتن والحرام والشهوات هذا لا يفطر على النظر إليهم لا يفطر على سماع الحرام لا يفطر على ذلك هذه البرامج لا هذا حتى عند إفطاره يعيش هموم الأمة يعيش هموم الدين لأن نفسه اطمأنت بذلك يعني لو عرض عليه الحرام هو لا شيء الحرام في حياتي لا شيء لا يعني لي شيء حتى لو قل كلمة قل لا يعني لي شيء لأني أعلم أن مستقبل الحقيقي الذي أنت تتكلم عنه مستقبل الحقيقي يبدأ بعد الموت يبدأ بعد الموت هذا المستقبل الذي أخطط له أنا في حياتي بعد الموت لا قبله أما في الدنيا فأعمر دنياي بما يرضي ربي عني فأطمأنت نفسه وذلك لا يركن إلى الحرام لا يركن إلى المعاصي لا يركن إلى الذين ظلموا أكرر هذه العبارة لا يركن إلى الذين ظلموا وهذا الصنف كذلك لاحظوا تأملوا كيف لما يقرأ القرآن تنقطع الشواغل عنه تأملوا لما يسجد لا يريد أن يرفع رأسه من السجود تأملوا لما يدعو كيف تنسكب دمعاته وهو يستحضر تلك الذنوب والهنات التي سترها الله عليه وعف عنه لا تستحضروا وهو يذهب إلى العمرة لا تستحضروا وهو ينفق ماله للوقوف بجانب إخوانه في بلاد المسلمين لا تستغربوا من تلك اللذات التي يجدها وهو ينصر الأقصى وهو ينصر أهل الدين في مشارق الأرض ومغاربها اطمأنت نفسه بذلك اطمأنت نفسه بذلك ولذلك ربنا يقول له يا أيتها النفس المطمئن هذا عند نجع الروح ارجعي إلى ربك راضية راضية عما أعده الله لك مرضية يا سلام راضية عما أعدها الله لها من نعيم المقيم ومرضية يعني رضي الله عنهم وإيش؟ ورضو عنه يعني لك أن ترضى اتعبت في الدنيا قليل بعرف لكن لك أن ترضى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إني أسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلا في هذه اللحظات يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما نسألك إلهنا خالقنا سيدنا مولانا نسألك بأسمائك الحسن بصفاتك العلا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا دينا إلا قضيته ولا مكروبا إلا نفسته ولا مبتنا إلا عافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا غائبا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا فتاة إلا أكرمتها وسترت عليها وشرحت صدرها لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم إلا نسألك أن تكرمنا قبل الموت بتوبة صحيحة وتجعل ميتتنا ميتة مريحة وتجعل قبورنا علينا من القبور الفسيحة يا الله يا سامعا لكل شكوى ويا كاشفا لكل بلوى نسألك أن تفرج عن هذه الأمة همومها وغمومها وأن تكرمنا بعون الله تعالى بأن نكون جندا من جنودها كل أهل المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها احفظ هذا البلد بلد الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين آمين 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 يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة